تحت عنوان أعود إلى الديدكتيك، الوزير السابق خالد الصمدي يدخل على خط وضعية امتحان التربية الإسلامية حيث نشر مادة على صفحتي في فيسبوك جاء فيها، طافت في وسائل التواصل الاجتماعي وضعية مشكلة في اختبار من اختبارات مادة التربية الإسلامية وسط تباين في المواقف منها موضوعاً وسياغة بين من اعتبر خارج السياق وتروج للإبراهيمية وبين من اعتبر وضعية بيضاغوجية سليمة تتوفر فيها الشروط البيضاغوجية والعلمية اللازمة وإذا كانت الغاية من التدريس بالوضعيات تتمثل في تدريب التلاميذ على التعامل مع الفكر المخالف في واقعهم المعيش وتنمية قدرتهم على التحليل والنقد وتعبئة الإسناد النصية من القرآن والسنة والقواعد الفكرية والمنهجية المكتسبة في الحجاج والإقناع وهي غايات محمودة في مادة يتقل جميع أن تكون مضامينها متفاعلة مع الواقع وغير منفصلة عنها فإن هذه الغايات المحمودة تقتضي الدقة والحذر لأن الشرط في نجاح ذلك توفر الوضعي على جملة من المواصفات الملائمة لكفايات الفئة المستهدفة المعرفية والمهارية وخصائصها النفسية والاجتماعية وسياقها المرتبط بواقعهم فإذا غابت هذه الشروط أصبحت الوضعية المشكلة مشكلة تدخل التلاميذ في دوامة من الشبهات حين لا يقدر عدد منهم على معالجتها بالرصيد المعرفي والمهاري والوجداني الذي يتوفرون عليه مع الأخذ بعين الاعتبار ضعف مستوى المتعلمين المعرفي واللغوي أو لكونهم يعتبرونها إشكالية متوهمة أو إشكالية لا علاق لها بواقعهم والسياق الذي يعيشون فيه أو إشكالية مركبة معادلة بمجاه المتعددة تحتاج إلى مستوى أعلى من الكفايات المعرفية والمهارية أو إشكاليات موجودة لكنها لا تشكل بالنسبة للمتعلم أولوية فيشعر بنوع من البرود في التعاطي معها ولا يرى جدوى من تعبئة طاقاته للاشتغال بها وحين يجد التلميذ نفسه أمام وضعي من هذا النوع فإنه يقف عاجزا بما يملك من موارد عن الخوض فيها بل ويمكن أن تفتح أمامه أسئلة جديدة لا متناهية فتحدث لديه نقوصا وعجزا لا ينسبه إلى نفسه وإلى عدته المعرفية ومهاراته العملية في الغالب بقدر ما ينسبه إلى عجز المرجعية التي يحملها عن التفاعل مع قضايا الواقع مستجداته وهذا يقتضي من أستاذ الكرام المؤطرين التربويين والأساتذة الفضلاء على حد سواء أن يدققوا في المواصفات العلمية والبيداغوجية التي ينبغي أن تتوفر في الوضعية وبناء شبكة للمعايير التي ينبغي الاشتغال على إعدادها بل وتوفير بنك من الوضعيات المناسبة التي يمكن أن يسترشد بها المدرسون ويشتغل عليها في التكوين الأساسي والمستمر حتى تؤدي الوضعيات وظيفتها الفضلة في العملية التعليمية وحتى لا تتحول الوضعي المشكلة إلى إشكالية تتناسل حتى تستعصي على الحل ترجمة نانسي قنقر